رغم قلة المياه وانحسار المساحات المزروعة تتحدث وزارة الزراعة عن وفرة في ستة محاصيل زراعية بضمنها الطماطم والبطاطا والخيار والبذنجان الامر الذي يدفع الى وقف استيرادها بهدف حماية المنتج المحلي ودعم الفلاحين غير ان الاسواق ما زالت تشهد انتشارا كبيرا لتلك المحاصيل وزارة الزراعة طالبت بتطبيق القرار وسيطرة على المنافذ الحدودية ومنع عمليات التهريب تم منع ستة محاصيل زراعية موفرة محليا لا شك هناك منافذ او معابر غير مسيطرة عليها حقيقة تدخل منها بضاعة ممنوعة من الاستيراد نتمنى ضبط هذه المنافذ في الفترة المقبلة من اجل حماية المنتج المحلي ومساعدة الفلاحين على زيادة المساحات المزروعة وزيادة الانتاج وبحسب متخصصين فان تراجع الزراعة يهدد الامن الغذائي في البلاد الامر الذي يجب تحقيق توازن بين المنتج المحلي والمستورد للسيطرة على اسعار الخضر والفواكه فاغراق السوق بالمحاصيل المستوردة سيقود الى خسائر مالية يتحملها الفلاح الذي يواجه مشاكل عدة اكبرها قلة المياه وارتفاع تكاليف الزراعة العراق كالزراعة المفروض منحتاج نستورد قطعة وحدة وحتى لو استوردنا ما بيها شي خلي طب منتج فتشي حلو بالبلد كل المنتجات موجودة ولكن انا بخليه بسعار خاصة ما ينافسي المحلي بس انا اذا هسا ودعتك اقطع المستورد ثاني او كيلو طماطع ادنى جزبه لفين دينار منع استيراد مؤقت لبعض المحاصيل لا يرقى الى دعم القطاع الزراعي ولا يحقق هدف منع اغراق السوق في ظل وجود ثغرات حدودية فيما ستعود وزارة الزراعة الى استيراد تلك المحاصيل فور انتهاء موسم ذروة انتاجها بحسب متخصصين ميثم الجناحي العراقية الاخبارية بغداد